عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف النجم المصري محمد رمضان سفيرا رسميا له واعرب رمضان عن فخره بهذا التعيين قائلا تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف شارك محمد رمضان في الاغنية الرسمية لكأس الامم الافريقية التي تحمل عنوان اكوابا رفقة النجمين الافواري اسالفو ماجيك سيستم والنيجيرية يامي آلايد يعد رمضان العربي الوحيد الذي شارك في الاغنية الرسمية لكأس امم افريقيا المقامة بالكودفوار وجاء في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الحمد لله رب العالمين افتخر بانني العربي الوحيد في الاغنية الرسمية لكأس امم افريقيا واهدي هذا النجاح الى جمهوري المصري اولا صاحب الفضل الاول علي بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي ثقة في الله نجاح مستمر وكان محمد رمضان قد ظهر في عدة مناسبات للاتحاد الافريقي لكرة القدم واخرها حفل افتتاح كأس الامم الجارية في كودفوار وحفل اختيار افضل لاعب فالقارة السمراء والذي اقيم في المغرب قبل انطلاق البطولة ويشارك الاسطورة حاليا في عمل ضخم بعنوان اسد اسود رفقة ثلت من الفنانين العربي من قبيل اللبنانية رزان جمال وشريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي واحمد عبد الحميد واخرون الفيلم من تأليف واخراج محمد دياب ترجمة نانسي قنقر